فبعد أن قمنا باختيار زوج طائر الحسون الذي سنشغل به وهذا تحدثنا عنه في الفيديو السابق إن لم تشاهد الفيديو ستجد رابطه أسفل هذا الفيديو في صندوق الوصف أما في هذا الفيديو فسنتحدث عن طريقة تجهيز طائر الحسون من أجل التزاوج والإنتاج لكن قبل هذا أريد أن أوضح نقطتين مهمتين أولهما هي طريقة التجهيز أو طريقة الإنتاج بشكل عام فالطريقة التي أقدم في هذه السلسلة فهي الطريقة التي أشغل بها أنا شخصيا كما أن هناك عدة طرق للإشتغال ولكل شخص طريقته الخاصة في الإشتغال والإنتاج شرط أن تصلنا هذه الطريقة إلى النتيجة المرجوة وهي الإنتاج بعيدا عن العشوائية وتانيا خلطات التجهيز فكيفما كان نوع هذه الخلطات فلا توجد هناك أي خلطة ستجهز لك طيورك في أسبوع أو أسبوعين كما يدعي البعض نغلق هذا القوس ونعود لموضوعنا فالتجهيز للتزاوج والإنتاج ينبني على أمرين مهمين وهما عدد ساعات الإضاءة بالنهار والتغذية المتوازنة مع التشميس والاستحمام فالإضاءة هي التي ستجعل ذلك الطائر جاهز للتزاوج وليس للإنتاج فطائر الحسون عندما يستشعر أن عدد ساعات النهار أصبحت أطول أي ما يعادل 13 ساعة أو أكثر فمباشرة يجهز نفسه للتزاوج فهناك نوعان من الإضاءة هناك الإضاءة الطبيعية والإضاءة الاصطناعية فالإضاءة الطبيعية هي التي يعتمد صاحبها على أشعة الشمس والإضاءة الاصطناعية أي أن صاحبها يعتمد في إضاءته على مصابح كي يصل إلى عدد ساعات المناسبة للتزاوج أي ما يعادل 13 ساعة أو أكثر وهذا يمكن القيام به تدريجيا حتى نصل لعدد ساعات المرجوة للتزاوج فكيفما كان نوع الإضاءة التي ستعتمد عليها فالمهم لدينا هنا هو أن نصل في عدد ساعات الإضاءة ل13 ساعة أو أكثر أما فيما يخص التجهيز للإنتاج فهذا يعتمد على تقديم تغذية متوازنة غنية بالفيتامينات والبروتينات والدهنيات وهذا يمكن أن تجده في بعض الخضر والفواكه وأيضا في الحبوب كما أنه يمكنك الاعتماد على بعض المنتجات الفيطارية وأيضا على بعض الفيتامينات والمكملات البشرية أما فيما يخص الخضر التي يمكن تقديمها فيمكنك تقديم الجزر أو الخيار أو الفلفل الحار أو البارد أما الفواكه فيمكنك تقديم التفاح أو البرتقال وأيضا في الورقيات يمكنك تقديم الحريق أو القريص أو التفاف أي الهندباء البري وأيضا أوراق الفجل والخص كما يمكنك تقديم البيض العادي أو بيض السمان وأيضا تقديم الخروب فأنا أعتمد على البراقة على مدار الموسم لكن لا يمكن الاعتماد عليها من أجل التجهيز للإنتاج وأيضا لا يمكن الاعتماد عليها لوحدها على مدار السنة وأول شيء يمكنك تقديمه فيما يخص خلطات الحبوب وهي خلطة المنطبة الغنية عن التعريف ولكن إن تم تقديمها بالطريقة الصحيحة فهناك بعض الإخوان الذين يشتكون من هذه الخلطة ويقولون أنها مضرة بصحة الطيور لكن سأقول لهم أن هذه الخلطة ليست مضرة بصحة الطيور وإنما الطريقة تقديمها هي التي تجعلها تضر بصحة طيورك أيضا يمكنك تقديم حبوب الشوك وأيضا حبوب السنوبر والعديد من الحبوب التي لا يمكن أن نتطرق لها كلها ونذكرها كلها في هذا الفيديو وأيضا لا يمكنني أن أنصحك بتقديم خلطات الحبوب التي أقدمها أنا لطيوري فالظروف التي أربي فيها أنا طيوري من مناخ إلى آخره ليست نفسها التي تربي فيها أنت طيورك فنوع الحبوب التي أقوم بتقديمها أنا لا يمكن أن يقدمها شخص أخر فمثلا أنا في المدينة التي أعيش فيها بها الجو حار وأنت بمدينة بها الجو بارد فلا يمكن أن نقدم نفس الحبوب بالتجهيز لكن هذا سأتحدث عنه في فيديو مفصل لوحده ومن ذلك الفيديو أو من خلال ذلك الفيديو يمكنك أن تختار الحبوب التي تناسب المناخ أو الظروف التي تربي فيها أنت طيورك وترى الحبوب التي ستصلح لطيورك أنت كما يمكنك الاستعانة ببعض الخلطة الجاهزة والتي يطلق عليها أو التي هي معروفة باسم الباطي كما سترى هنا بعض الصور لبعض المنتوجات يمكنك الاعتماد عليها من أجل التجهيز وأيضا من أجل إطعام الفراخ كما يمكنك الاعتماد على بعض المكملات والفيتامينات المخصصة للطيور وأيضا الاعتماد على بعض الفيتامينات المخصصة للبشر وكل هذا يتم تقديمه ابتداء من فترة الراحة ويتم بشكل تدريجي لأننا عندما نريد أن نغير في النظام الغذائي لأي طائر فيجب أن يتم تغيير ذلك النظام تدريجيا فعلى سبيل المثال إن أردت أن تبدأ في تقديم الفيتامينات فيجب أن تقدم تلك الفيتامينات مرة في الشهر أو بعدها مرة في العشرين يوم أو بعدها مرة في الخمسة عشر يوم وتبدأ هكذا تدريجيا حتى تصل لمرتين إلى ثلاثة في الأسبوع وهكذا ستتجنب أن تمرض طيورك وهذه الطيور ستصل لمرحلة الجهوزية في وقتها المحدد أو الوقت الذي تريده أنت والشيء مهم نسيت أن أذكره وهو تقديم خل التفاح فخل التفاح سيقي طيورك من العديد من الأمراض خاصة عندما تبدأ في تقديم الفيتامينات والمكملات يعني مرتين إلى ثلاث مرت في الأسبوع فيجب من الضروري تقديم خل التفاح حتى تقي طيورك من عدة أمراض لكن خل التفاح يجب أن يقدم بالمقياس الصحيح وليس عشوائيا ملعقة أو أربع قطرات أو خمس قطرات إلى آخر كما يمكنك استعمال خل التفاح في الاستحمام لكن ليس بشكل يوم أما فيما يخص مسألة التشويق من أجل تجهيز تلك الطيور للإشتغال فلك الخيار أن تعتمد عليها أو لا فأنا شخصيا لا أعتمد على التشويق من أجل تجهيز تلك الطيور للإنتاج وتشغل الطيور بشكل عادي لكن لا بأس أن نتحدث عن هذا في هذا الفيديو فالتشويق يمكنك القيام به سواء كانت تلك الطيور قديمة أو كانت تلك الطيور ستشغل لأول مرة لكن يبقى الاختلاف فقط في طريقة التعامل مع كل واحد منهم فهذه العملية نقوم بها أيضا في فترة الراحة ونقوم بها عندما نضع الضكر في مكان والأنت في المكان الذي ستشتغل به ولا نتركهم يروا بعضهم إلا لضقائق معدودة ثواء في الأسبوع أو في العشرة أيام ونقوم بهذا تدريجيا وكلما وضعنا ذلك الضكر بالقرب من تلك الأنت ورأوا بعضهم نلاحظ ونراقب هل ذلك الزوج وصل لمرحلة الجهز يعني القصوى أو لم يصل بعض حتى نعرف إن كنا سنطلقوا تلك الطيور مع بعضها أو لا هذا يعني باختصار عن موضوع التشويق لكن إن كنتم تريدون أن أتكلم عن هذا الموضوع بشكل مفصل سأحاول أن أضع فيديو لهذا لوحده إن شاء الله وأهم شيء يجب أن تكون تلك الطيور في صحة جيدة حتى تشتغل بشكل جيد بطبيعة الحال ويجب أن توفر لها الأمان في المكان الذي ستبني فيه عشها ولا تحاول أن تغير ذلك المكان أبدا ففي هذا الفيديو إخواني حاولت أن أتكلم عن كل مرحلة باختصار حتى لا أجعل الفيديو طويل لكن في الفيديوهات القادمة إن شاء الله سأحاول أن أتطرق لكل مرحلة على حدة بالتفصيل حتى تصلك المعلومة التي ستحتاجها من أجل نجاح موسمك إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر